ترجمة نانسي قنقر اذا اتركت الرقم مالتك وان اشتريتها راح نزل الواتساب راح اخذ المعلومات مالتك كلها كل المعلومات اذا نزلت فيسبوك مربوطة فيسبوك راح اخذ الفيسبوك مالتك فرجاء رجاء وخصوصا اخواتنا اي تطبيق انت اي رقم هاتف اتبدله التطبيقات كلها لازم تحذفها شغل جديد وكثير سناب شات اللي كلها المربوطة لانه التطبيق ما يعرف يعرف صاحب الخط صاحب الرقم هو اللي صاحب السناب شات فيقدر ياخذ الاحساب من عندك فاليوم عندنا عن تطبيق تيليجرام انه انا اشتريت رقم جديد واريد ابدله بالرقم القديم طريقة جدا سهلة تابعوني للاخير اول شي راح ندخل على التيليجرام مالتنا راح ندخل هنا على الاعدادات راح تظهر هاي القائمة راح نكبس على تحرير ننزل على هنا تغيير الرقم تغيير الرقم بس كبسنا عليه راح تظهر عندي هاي القائمة الثانية الرقم القديم هذا وهنا راح اكبس على تغيير الرقم فهنا كل استمرار فلازم تدخل انت الرقم مالتك اللي هو بالمانيا اللي جديد احنا اول من جينا المانيا كنا نشتري خطوط كل شهر هذا الخط لمدة شهر ونرمي وناخذ الخط الثاني يكون كلش رخيص فهسا صار عندنا عقد دائمي انه نبقى احنا فهذا الخط يعني ما اعرف وين صار يعني انه هسا قلت خلي ابدله اشتريت خط وراح يبقى وياي فواحد خمسة واحد الرقم خمسة فهسا راح ادزلي رسالة التالي فراح ادزلي رسالة على رقم الهاتف فانتظر انا الرسالة فاجتني الرسالة اللي هي هسا المفروض اتغير الرقم شوفوا هسا اتغير الرقم عندي هذا هو الرقم الجديد زين يعني مطول ثوانتا هسا لو خرجنا منه هذا الحساب صار انه هذا الرقم طبعا انا بالنسبة لي هاي الشغلة يعني كلش متعجبني واحذر منها دائما لكلش بي محاسن بمساوة ممكن اي شخص وخصوصا اخواتنا صراحة انا مكنت منتبه عليها يعني تاخذ انت الحساب يعني تنطي تليفونك او تأخذ تليفونك يعني هاي مطولة ثواني الخبير ما يطول ثواني يغير رقمه وصار الرقم مالته وخصوصا اذا انسرق الهاتف يقدر ياخذ الحسابات كلها ويغيرها ايضا وانت علمات تاخذ الرقم فالمفروض الشركة توجد شغلة اخرى تحافظ بها على ارقام المستخدمين هسا هنا راح جتني رسالة انه صار التغيير ف والموقع هنا والاجهزة المرتبطة فهي جتك رسالة من تطبيق تليجرام هذا الحبيت اقولكم اياه لانه هذا الجهاز بالتليجرام كنت اخذ عندي مساحة شوفوا اش قد هذه المساحة مع للتليجرام ما اخذ من عندي بحدود 11 جيجا فاني المفروض امسحها راح يرجع نصف جيجا بدون ما تتأثر كل شي فلانه من امسحها وارجع انزلة راح يرسل لي رسالة فيرسل رسالة على الرقم ولهذا انا بدلت هذا الحبيت اقولكم اياه ان شاء الله استفاديته لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي اي سؤال او استفسار اكتبوه بالرسال بالنسبة المساحة الغير مستخدمة اش قد تكون كبيرة اش قد يعني مثل هنا اربعة جيجا بس فقط الغير مستخدمة وطبعا الجهاز راح يصير مخنوق ما يشتغل على راحتها حتى يبدي بعض الاجهزة تخربط فهذا راح نزلكم احتمال اليوم بالليل احتمال البكرة شون راح نمسح التليجرام وكل شي يرجع يعني فقط نصف جيجا او ثلاثة ارباع القيجة التليجرام والعش تسعة قيجة راح تروح هذا الحبيت اقولكم اياه اخر شي اي سؤال او الاستفتار مرة ثانية بالرسائل واني اجاوب عليها وفي الختام مع السلامة